موسيقى مساء الخير أزل في اللون نلتقي بكم في عدد جديد من بوليتيك لنناقش الوضع ونعلق عليه بوجهات النظر أنا حميد عايشي وعبد الوهاب جاكون وعبت حنشي أهلا بكم أهلا بكم حميد عايشي وعبد الوهاب جاكون مساء الخير المشاهدين الكرام اليوم أيضا أن بعض المتفرقات نحن في نهاية الأسبوع لدينا مناقشة مشروع قانون المالية بعد غد مشروع قانون المحروقات أيضا لدينا السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات تتحدث عن بعض التقنيات ويقول مسؤولوه السلطة أنها لن تسمح بأي تصوير وأن الانتخابات ستتم في ظروف جيدة ولدينا أيضا اليوم مجلة الجيش التي تتحدث عن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وهناك أيضا تصريح أو نصيحة أو رسالة وجهها الشيخ عبد الله جاب الله لشباب الحراك ولكن قبل أن نعطي وجوهات نظرنا في هذه النقاط نبدأ بسيد الأخضر برقعة سيد الأخضر برقعة لأجريت له عملية جراحية تم نقله إلى مستشفى مصطفى باشا بسبب ألام في المعدة وجريت له عملية جراحية ناجحة وسيغادر المستشفى غدا بحول الله حبيد العيش صارت اليوم مع مصدر طبي ليقول لك بليدار العملية الجراحية كان بعج التوالو لكن العملية تمت بالنجاح وهو الآن راح في صحة ويتكلم بشكل عادي ويزيد اليوم العائلة انتعوا جابت صليح من عند المحكمة وشفاته وراح أيضا اليوم يقضي اليوم انتعوا في مستشفى مصطفى صحة جيدة صحة جيدة نسترجع وعيه وكان يتكلم بشكل عادي أنا تحدثت قبل قليل مع أحد أبنائه سيد هاني بورقع وقال أنه العائلة تفكر فيه رسال أو نشر رسالة جديدة بشأن قضية سيد بورقع موجهة للرأي العام طبعا نتحدث معه ولكن يبدو أنه ما زال ما صاغش رسالة سألته إذا كان الرسالة شخصية أم تعبر عن رأي العائلة قال أنه هو صاحب المبادرة ولكن أفراد العائلة ساقد أو قال بدقة يعني باش نكون دقيق قد يوقعون معه قال مش مشكلة أنه نوقعها وحدي أو العائلة وحدي تحدثت معه ولكن ممكن جدا غدا أو أظن غدا تبان أو بعد غدا مضمون هاد الرسالة ولكن هاد الرسالة تروح ضد إرادة سيبو رقعه ولا ربما تكون فيها لأنه هو ثابت على الموقف انتعه لأنه ربط خروجه من الحبس الحبس بيتشريح كل المتوقفين يتم توقفهم في المسيرة إذن أنا مشكلة صراحة أنا قلت لأبنه سيد هاني بورقع قلت أنه موقف سيد رخضر بورقع قد تشك الحرج للعائلة لأنه هو هذه الغربته ويقول أريد أن أبقى في الحبس إلى غاية إطلاق يدير شرط إلى غاية إطلاق صراحة شبان الآخرين وبالتالي إلا العائلة فقط تاعوا بركلي تقدر تقول ولكن حسب ما فهمتنا أنه لا يريدون بقاء بورقع في السجن يقول لك هذا واش تحدثت أنا معه لا أدري ماذا في الرسالة ولكن يقول لك رجل مريض ومتقدم في السن وشريدانه أنه إطلاق تصريحات لا يمكن أن يكون لها تأثير في أي طرف حكذا بالحرف وبالتالي الهدف هو ضرورة إخراج أو إطلاق صراحة أو الإفراج المؤقت عن سيد بورقع هذا ما سمحته أنا شخصيا من ابنه لا أعرف ماذا تتضمن الرسالة ولكن أنا دائما أقول أنه بورقع في عمره الآن 86 سنة ونص مريض دارة عملية وبكل صراحة بغض النظر عن الجانب القانوني وبغض النظر عن الجانب السياسي لأنه أنا مازالني أرى أنه هناك استقطاب سياسي استغلال لقضية بورقع ولكن في نهاية المطف المتضرر مما يجري هو سيد الأخضر بورقع وزوجته وأبنائه وليس طرف آخر يعني إحنا نقوله في المثل ما يحس بالجمر غير اللي كواتو والقابض على الجمر ليس كمان يدفى به يعني هناك فرق كبير ولما نشوف واحد مجاهد كما سيبه رقع ويتألم أو العائلتها وتتألم ويحبوه يكون بنتهم أحفاده إلى آخره فأنا أتمنى أتمنى أن على الأقل يمارس حقه هذا رأينا لا أنا أقول رأي كمواطن فقط على الأقل تمنى أن يقدم أو هيئة دفاع وتقدم طلب الإفراج المؤقت والعدالة تفصل يعني تتطلقه ولا تخليه ولكن هذا حقه القانوني ماهوش منه من أحد ماهوش صدقاء ولكن لا أدري لماذا يرفضه ويدير طلب يعني الحالة تعهو ما تمثلش خطر يعني خطر يعني وأظن أنه في وضعه ما كانه في بيته بكل صراحة مع أهله وأحفاده وأبناه هذا الموقف هذا الموقف هذا انتعه يشرفه ولكن أنا في رأيي ما يكونش على حساب صحته صحيح وأنا أتمنى قبل ما أخلي لك حميد على الأشي طبعا هذا رأيي كمواطن فقط وهو أن نحترم إرادته مهما كانت أتمنى أن يقدم دفاعه طلب للإفراج المؤقت عليه ويخلي الكرة عند المحكمة نعم وأيضا يعني بدون ندخل في الأشياء مثلا القانونية تدعي أيضا وين قادر تجي الإشارة لأن مهما كان يعني يرجع مثلا سجنه إلى إلى رأي يعني اللي قاله بورقعة قاله رأي وهذا أيضا اللي يخلي مثلا السلطات قادر تدير هي تدير رسالة أو هي مثلا جهاز انتلاقن من أول تاريخه يعني في في جيش التحرير وأيضا كسياسي مخضر إدفاع إلى الجانب الإنسان يتكلم تعليه وهو في هذا السن لكن المشكلة يعني كل صراحة حرج ومشكلة أن هو شخصيا يشترط يطلق صراحة الآخرين هذا صعب جدا في القانون يعني قضية شخص لا يمكن أن ترتبط بقضية أخرى بقال ما تطلقونيش حتى يطلقوا الآخرين صعب جدا يعني تعامل مع هذه القضية وبالتالي أتمنى أن تفصل هذه القضية عن القضية الأخرى على الأقل بالنظر إلى وضع الصحي وإلى سن وإلى وضع الخاص هو وجود يعني في السجن ما بين الشباب اللي تم توقيف انتحهم شغل خلقة ألفة خلقة ألفة بناتب أنا جاتني بعض الموقات ولا أستدر خلقة ألفة بناتب ولا شغل هو مثال مثال لأنه مجاد ورجل يعني موسين وكذلك يعني شغل هو رمز وهو حبي لعب هذا الدور تعال الرمز يعني حتى هو عبد يهب وعنده دم خفيف وصاحب نقطة وصاحب يعني ممكن نخلق جو كما يقال زي داخل السجن يعني كإعلاميين وكذا يعني الخصوصية نتعسل أخدر برغعاء ونحافظ على جانب الشباب فيه وأيضا دائما متواصل مع عدة أجيال القليل يعرفوا من الأجيال القريبة له إلى الأجيال يوم صعيدة وبيته وإحنا كان مفتوح على يعني ليسا فقط الناشطين وإنما الإعلاميين وحتى الدليل كي ياخد اسم مثلا عمي برغعاء وهو متواصل متواصل وعنده يعني قوة السر كنا جبناه في الحصا كنا حوالي معها بحلقات في الحياة وعطات يعني في الحياة في منذ سنة منذ سنة ليحكي على تجربته وعطات يعني صداق كبير على القيال رغم أنها كانت في التاريخ تعرفوا نتذكر هذه شخصية نتفقنا معه ومع زمينا أيضا سعيد إرزي باش نروح نديره تحقيق في واحد المزارع في بين ولاية عين دفلة والمدية يعني في منطقة واسمها في الضواحيح الناشا وكان أنا لما اتصل به يعيط لي يجندل يعني مسخط رأسي وكنا خططنا باش نروح نديره لأنه بعض المزارع هو أعطانا المعلومة أيضا أكد هنا أخذها واحد مسؤول الكبير سابق أخذ المزارع هذه واستثمرها وبدأ إداها ليه وقال أنه وهذا كانت حزيت له في نفسه قال أنا عشت معارك هنا في هذه المزارع واستشهد بعض المجاهدين وأصيب بعض المجاهدين بجروح وجاء في نهاية المطاف واحد مسؤول أخذها ليه العيلة وراه إداها يعني وتفهمنا نديره روبرتاج للمجاهدين هذه المنطقة للأسف تم توقيفه لهذا هناك نوى من علاقة شخصية مع هذا الرجل وهو ينحضر أيضا من العمارية في الندية يعني يعرف المنطقة يعرف حناشا يعرف وامري يعرف العدية إلى خير وبتالي نتمنونه بكل صراحة يطلق صراحه ونتمنى أن لا تشتغل قضيته سياسي من أي طرف كان وهو تاني للشهادة يعني بيومين قبل ما يتم توقيفه وأنا كنت رايح في لقاء مع الجمهور في إلاب نور تيلان وكان تكلمنا في التليفون كان معنا زميل سعيد وتكلم معي في التليفون جبد لي جبد لي تعليق أول قال لي شوف انتهي يعني أول مرة وينددت في حي ما هو ما تكسرحه انددت حاجة يعني مهمة جدا وأنني كنت جبت واحد للشاب يعني كان شاب اللي كان تكلم هو تانوي وكان ناشط مثلا في الحراك قال لي انه شوف هذك الشاب الطريقة ها هو بسيط تماما قال لي وين كان تكلم الشاب سوفيان وفي نفس الوقت وش كان علق علق على حسة درتها مع ناشط صاحبنا يعني هو جامعي وباحث لخضر معقال وكان شوية غضبان عليه لأنه كان انتقد بودياف وأساسا انتقد بودياف قال لي كيفاش انتقد بودياف اللي كان رمز رغم أن سي بورغا كان عندها انتقدات على بودياف لكن سي بورغا يجب أن نقول هذا كان في مجموعة تيزي وزو كان في 63 رح معارض مع بودياف مع اي تحمد معه وتعرض إلى ميحان إلى آخره طلح يتوى في الميحان لأنه هو هكا عامل كما يقال بالدرجة هو هكا دايا لا فقط غير حاجة يعني هذا التاريخ في الفوتو بكي وتعلى بودياف لا هو كي تساوت محند 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 جماعة بودياف رحوا لقل جوية لكن لمشاتش هي التمرد انتح يجب تذكير أنه حتى الآن بورغا متضامن أو متعاطف ربما عضو في الأفافاس لا أدري بالضبط ولكن عنده علاقة عضوية بالجبات يعني الأفافاس التاريخي يعني هو من اللي كانوا أسهل الأفافاس التاريخي في 3 طبعا في نفس الوقت يجب أن نذكر أيضا أنه اليوم تأجلت محاكمة في الاستئناف قضية الجنرال المتقعد حسين بن حديد أيضا لأسباب صحية حسين بن حديد أيضا عنده ألم في الظهر بسبب انزلاء غضرو في إرنيدي سكان وعنده يعني هو يمشي على عكاز وعنده أيضا كبير في السن وأيضا تجاوز الثمانين أيضا في كم مثل بورغا موجود رهن الحبس الاحتياطي بتهمة إهانة هيئة نظامية وينتظر محاكمته في مجلس عنده قضيتين في مجلس قضاء العاصمة نتمنى للرجلين شفاء إن شاء الله رحوا الآن يعني قبل من نروح أريد أن أتطلق إلى رسالة وجهها الشيخ جاب الله عبد الله إلى شباب الحراك يقدم فيها مجموعة نصائح ويقول أنه يطلب من شباب الحراك عدم اتباع بعض سلوكات التي قد تضر صورته ويطلب منهم مثلا الهدوء والسلمية وتقبل الرأي الآخر وعدم شتم وعدم يعني مجموعة من النصاح ربما الشيخ جاب الله شفها في الحراك طبعا هذا رأي الشيخ جاب الله وليس رأيه يعني الحراك بالنسبة لي والناس بعض اللي يشوفوه مقدس يعني اللي ينتقد وبالتالي أنا أحترم هذا الرأي الحراك حر ولكن أنا أنقل ما قاله الشيخ جاب الله وأحتفظ برأيي لنفسي أدوه أنا حتى منصدرش أحكام قيمية بسيدي جموان دولر بنسبة لنا الحراك هو حركة سياسية وأي حركة سياسية أو تظاهر سياسية قبل قبل للتحليل وللمقاربة هذا موش عيب موش عيب لأن المحلل المحلل كما قلت في عدة مناسبات لازم يكون فيه ميسافة بينه وبين الحدث حتى تكون نظرته موضوعية وفي نفس الوقت أنه يساهم في تعريف هذه هذه الحركة وكذلك توضيح بعض المسائل توضيح بعض المسائل لما انطيح في فخ القدسية في فخ القدسية معناها أنا أقولها بكل صراحة معناها أننا طحنا في فخ الفاشية في فخ الفاشية لأن حتى رئي هيتلر كان عنده خطاب شعبوي وكان يجمع الناس وأي إنسان يعارض ليس يعارض عنده رأي مخالف وهذه هذه الديمقراطية هذه الديمقراطية أنك يكون عندك رأي مخالف بسح لما رأيك ما هوش مع بعض الأشخاص على هذوك الأشخاص يشتموك ويخولوك وما عرفوش هي معناها أنا في رأيي أنا في رأيي معناها أنا بعيد أنا بعيد يعني في خلق قيم جديدة الديمقراطية الديمقراطية يعني الحق مش أنت على المزيفة أنك تجي وكي مقوله وحنا وتظهر كي مقول أخر روحك يعني 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 في الواقع تسمحني في الواقع تسمحني أنت والنظام ليراك كي مقوله حنا تنتقذ فيه كيف كيف حنا بودي أنك لما يجي واحد ويعطي رأي تحترمه مش بيسب وشتم أني قلت لك أنا البرحة لقيت ولولبرحة لقيت مدير تاع جريدة راح يبكي هذه هذه القيم اللي نطمح لها هذه القيم نطمح لها يعني معناها استادر الخطة بتاعكم قبل من أن أعطي رأيي طبعا الآن ما أراه بكل صراحة يعني يمكن انتقاد السلطة يمكن انتقاد رئيس الدولة يمكن انتقاد قائد الجيش يمكن يمكن هذا يمكن وانتقدناه ونعطيه رأينا ولا تنتقيده ولكن تعطي رأيي مثلا تعطي رأيي ما يعجبش جماعتها الحراك أو أنصار الحراك وأنا لست نحكي روحي أنا مش ضد الحراك بالعكس أنا نشوف عندي رأينا صحفي أنا لست ولما أولض ولكن مجرد ما تعطي رأيي ما يعجبش بعض الناس ومشكة الحراك للأسف يعني بعض العناصر في الحراك اللي رهم يحول يأثرو في الحراك يطلقوا عليك النار يعني نار سب وشتم وخلاص يعني وانقلب بكل صراحة الآن انتقدنا في هذا المنبر رئيس الدولة انتقدنا الوزير الأول انتقدنا قائد الجيش قلنا أنا قلت ثلاث مرات أو ربعة بعض القرارات أنا انتقدها ولكن لا يمكنك أن تنتقد الحراك وبالتالي أنا تحدث عن نفسي يعني لا ننتقد الحراك ولكن يجب أن نعرف شي أنه الطرف الذي لا يقبل النقد سيدخل في الحياة لأن الدول التي تطورت هي التي تقبل شوف لما تكون عندك معارضة قوية معارضة ورأي مضاد قوي تطلع المجتوى ونتطوره أما إذا كان يهدى نحشل لسانه لبوجي نعطيه مش رحين نروح بعيد وبالتالي أنا قلت ما قاله جاب الله عبد الله وهذا ليس رأيي ممكن ممكن حتى جاب الله غلط يعني لا أدري ولكن هذا رأي جاب الله شوف أولا أول حراك ما هوش حزب أنا قلتني وجهة نظر يعني في هذا أنا متفق معك مش أنا متفق معك في هذه نظر ولا ما راش حزب وما راش يعني كتلة منسجيمة باش نكونوا واضحين أنا حتى ليتداعي يعني أنه هو رأي يمثل حراك يعني هذا غير دقيق وغير صحيح ممكن الناس كما كان يقوله تركبوا أنه يجي يقدم نفسه وطارك يقوله هل نتكلموا على مستوى متنوع المسوطاني عدنا فئات مختلفة يعني في هذا عدنا ناس يعني يعني العاديين عدنا مختلف تيارات سياسية باش نكونوا في هذا فيه مختلف تيارات سياسية من توجهات وطنية من توجهات إسلامية من تمجهات مثلا علمانية من توجهات ليبيرالية إذن هذا الان يعني نقوله هي حركة شعبية وتعرف اللي أي حركة شعبية أي حركة شعبية تكون ضمنها أيضا تنقودات الداخل هذا الشيء اللي أقول لا يمكن بالمعنى الكلمة يعني أنت السيطرة على تصرفات فرضية لأي تصرف والدليل على ذلك يعني كنشوفه الداخل حراك ترقى كالناس صحيح يعني واني جوز تعملوا كلمة تعليفة وتسراك مشاكل مثل في الداخل واحد واني يحبس واخداخل يعني سرعت كتير يعني مش مليوم سرعت من في البدايات يعني من في دات اللي يقولهما يزايدوا أو اللي يغضوا مثلا نوع من مثلا غلو حتى الناس اللي كانت تجي تريد أن تناور أو تمارس العنف ضد أشخاص لكن الشيء واحد أن نتكلم على هات طبيعة الحركة يعني في هذا وأيضا الحراك يعني كأي حركة شعبية رغم أنها فيها تنقودات لكن عندها شعارات عندها الشعارات الأساسية أو الخصوصية أنت أهلي بنت بها أولا السلم معنى أنا اللي لي راه مثلا أي سلوك يكون ضد السلمية فهذا يعني فهذا لا يحكس نقوله هكذا فهذا لا يحكس هذا الروح نتعى الحراك هذا الشيء اللول وحتى الشعار يقوله اختات ولاحظوها الناس اللي هديرها يقولك متربى وقع يعني متلا تربى وقع معنى هذا أيضا نقد مثلا من الداخل كيشوفه السلوكات لا تعبر صلوب هاد منحرفة السلوكات يعني لا تتماشى مع القيم خطر الحراك في إهنية المطاف لا يمكن أن يكون بدير خطر معك جاكون يعني كي تكون حركة شعبوية أي تيان ممكن يشدها وتغضى فارس شمولية أو الكسمو لكن الحمد لله إلى حد الآن كي نقول الحراك ما كانش هناك قوة سياسية لرها تقودها ويمكن انطلاقا من هاد النقاشات انطلاقا من هاد النقد اللي قادر يكون للسلوكات الهاجينة للسلوكات الهاجينة تنقد من أي تلاعب بالتوجه الحراك نحو طريق منحرف أنا متفق معك أحمد العيشي ومعنى هذا يعني مثلا شيخ جاب الله دير نصيحة إلى شباب الحراك شفنا عبد الحزيز الرحابي عفوا مع الحراك بدأ في الحراك يقول قمنا في بيان التسعين تسعتاش عفوا مع سيد طالب الإبراهيمي وشخصية الأخرى بترشيد خطابات الحراك لأنه هناك لما يقول لك ترشيد هناك خطابات غير معقولة يعني غير مقبولة ولكن هذا مفهوم حتى نقدر نقول لك أن تسعين في المئة أو أكثر من ناس الحراك مسالمين وهدئين وثبتوا على سلميتهم ولكن كثير من العناصر في الحراك تقوم بسلوكات يعني غير معقولة والأخطر في هذا أنه بعض ما يسمى بالنخبة وأنا شفت نعرفهم شخصيا يعني وأتعامل وأرى صحفيين ومتقفين يمارسون الشتم والسباب والحجر على أراء الآخرين ولا يسمحون للناس بالتعبير مثلا أنا أقول رأيي مثلا ولا أتطرق لا إلى هذا الصحفي أو هذا المثقف فأقول رأيي فقط فيعطي لك يبعث لك رسالة يعني فيها شتم وسم وفيها حتى تهديد موجودة يعني وبالتالي يعني أصبحنا في كما كما يقال يعني هناك عنف وهناك سلوكات غير معقولة طبعا لو يتكمل أو ربما هؤلاء يسئون إلى الحراك ممكن يدوه للحيط ممكن يحرفوه في حين أنه الحراك يعني صلب الحراك عمق الحراك ولا واحد يشكك فيه يعني ولا يشك فيه كأن الناس في المستوى وغالبيتهم نقدر نقول لك ممكن 95% من الحراك الله يبالك ولكن هؤلاء العدد القليل هو الذي يعطي الصورة هم الأكثر تفعيلة فعالية هم الأكثر تأثيرا هم الأكثر نشاطا وهم الأكثر تواجدا في الشبكات التواصل الاجتماعي واحد يجي عنده مقعد وعنده جهاز ألم آلي قاعد في دار ويشرب لا أدري ماذا يشرب ممكن شيء أو قهوة أو شيء آخر ويبدأ يكتب ويوجه ويأثر ويسب ويشعل في الناس أجل قضية نبيلة نبيلة وكاذميرة وعظيمة نشوف هو أحنا شيء حتى باش ما ننتج لكن أنا نقول لك يعني هو من لي بدأ الفضاء الأزرق يعني حالة مرضية كثيرة الدليل أن النسبة الكبيرة انتعهم يعني حتى ما يكونش حتى بالهوية انتعوا ويقوموا بتهجمات يعني كنا مثلا نتعرضوا إلى تهجمات قبل الحراك وقتنا الحراك وبعد مثلا الحراك وتلقى مثلا هذا هنا خاصة إذا جبدنا يعني إذا جبدنا الفئة هذا الوسطى سوى كانوا مثلا بعض الجامعيين أو الإلم يعني صحافة وهذا المرض نلقاوها أكتر فيهم لكن هؤلاء ما نشوفوش تواجد انتعهم الحقيقي على الأرض يعني كنتكلم على هذا كنتكلم على هذا نتكلم على من الأسبوع الأول إلى الأسبوع الثاني كواحد كيف أشيقلك ملاحد من لكن لبارزين يعني أو اللي يمد وليحضر وليعلى أقل يشوف ويتبع لكن الغالبية يا هدو ما نشوفوه على الأرضية يعني في الأرض مع الناس مع الناس ما نشوفوه في الحراك إذن أنا وهذه حالة مرادية لأنني ما ناخدهاش بالمقياس الأساسي اللي يكون قريب أو يعبر عن الحراك شوف أنا بكون صراحة بكون صراحة أنا منيش اللي أنا باش نرضي الناس المحلل المحلل التحليل هو قاسي التحليل يكون قاسي لأن لما تدير تحليل ودير فحص موضوعي قاسي قاسي لأن التحليل العلمي والموضوعي كما يقول ينصف كل واحد ينصف كل واحد أي حركة إلى متى هي شعبية بتون تأطير إلى متى حتى ما تكونش فيه تجاوزات حتى ما تكونش فيه انحرافات لازم يكون حد أدنى من التأطير لازم يكون فيها مؤثرين وإلا أرىنا فيه سوق فيه سوق واتزنادي كل صراحة كل صراحة لا 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 أنا ناظر يعني بولها ستون كمو متافور أنا استعملت متافور اليوم النخبة وش الدون انتحها هل هي تأخذ على عاتقها خطاب العمى أم هي لازم تبور تبلور هذا الخطاب بتاع العمى وتعطيه تعطيه محتوى وتعطيه روح وتحاول هي التنظم لأن العمى لا تسير التي تسير هي النخبة إذن ظور النخبة وش هي ذرك لك انت تشي على ترين بدل انت تكون في الطالعة وليت انت على ترين هاو المشكلة اللي رانا فيه يعني معناها النخبة تعنا اليوم النخبة تعنا اليوم ماهيش قادرة تنتج خطاب حتى خطاب ثوري ولا توضع نقاش ولا مثلا كما قلوا احنا ملامح تعني قاش جدي جدي يعني جدي اللي خرج البلد من هذ من هذ الورطة اللي رانا فيه حنا وشيا لهنا كل واحد حبي تموقع وكل واحد حبي يفرض رأيه وزيدنا نقول لك هذي ما يعني نشوف اليوتيوب اليوتيوب كينين ناش اللي خرجوا كين شعارات اللي تدفع يعني للتناعر مع الجيش كين ننكر هذا الشي كينين شعارات كما قلوا احنا ضد الدين الاسلامي وكأنه جهة ضد جهة وتوجه ضد توجه وعرق ضد عرق يعني وصلنا لشي خطير وهذا يتم تغذيته عفوا 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 وهذا يتم تغذيته بوسائل وللأسف للأسف ما يسمى بالنخبة أو بعض المثقفين للمفروض يلبوه دور يلبوه دور التهدئة دور التعقيل أو استعمال لغة العاقل ولغة المصلحة تعل الجميع تعل جميع يا إما سكتو خوفا خوفا وانتهازية ومحبوش يحرق رواحم وأحيانا نصيب المثقفين يعطيلك في المقهى رأي وفي تلفزيون يختفي ويعطيلك في المطعم رأي آخر لما يشوف السلطة يعطي لهم رأي لما يشوف الحراك يعطي له رأي لما يشوف لماذا لأنه مش حاب يدير موقف حتى ماش يستفيد من هذا إذا طلع ويستمر من هذا إذا طلع ويستفيد من هذا إذا طلع وفي حين أنه نخبة ما لازم تصرف بهذا السلوك هذه مصلحة بلاد مصلحة شعب قل رأيك هدي الأمور غلّ بلغة الأقل حتى إذا شتموك حتى إذا سبوك حتى إذا خسرتهم قع وليقال بأنه لم يترك لي الحق صديق لأنه قول الحق مؤلم قول الحق يخليك الناس قع تخسر كلش تخسر ولكن هذه مصلحة بلاد إذا إذا واحد يفكر في مصلحة جيبه ولا كرشه ولا منصبه ولا مصلحته أمام مصلحة وحدة الجزائريين ووحدة البلاد وهذه مش لغة خشب أو لغة انتهازية مش انتهازية هذا مصلحة بلاد يجب أن نستعمل العقل ولما نشوفه واحد هذا زواف وهذا لا أدن من يجب تعقيل يجب وقف هذا السلوكات يجب أن نحترم بعضنا بعض هذا يحترم هذا وهذا يحترم هذا ونختلف ونضربه بالاختلاف ولكن يجب للأسف يشتموا يشتموا في فيسبوك يشتم يعني ويغذي بديء والله العظيم يعني سمحوا لي كلام بديء كلام لا يصدر عن واحد فرغ يعني وكأنه يعني للأسف شديد شيء شيء مقرف وكشفنا عن ضحالة مستوانا التقافي والسياسي والاستراتيجي والعلمي إلى آخيره في حين أنه يجب أن نلعب دورنا ويشتمونا يشتمونا ويسبونا يسبونا مش مشكل مصلحة البلاد أولى من مصلحة الشخص أو مصلحة المجمع حناشي بوم باش من طورش ولا بسح ما يتعلق ب هي مشكلة حقيقية انت مثلا ننقباش حتى ما نعممش وما ننظمش نقول جزء من النخبة جزء من النخبة جزء بعض لا لا نقوله زباك باش نتكلم مصطلح الكلمة يعني جزء من النخبة سواء كانوا جمعيين أو مثلا إعلاميين هم نفسهم قبل وقت قبل وقت كان يقول لك بللي هذي الشعب يسواش وهذا الشعب الخص ويسحق واشي الأخر اللي عليه اجتنا مثلا هذه النخبة أولا عاجزة أولا هي هي اللي حقها تعطي مثلا تفهم هذه الحركة الاجتماعية الكبيرة أولا تعطي مثلا معنى لهذا الحراك تعطي دلالة لهذا الحراك الدليل أنها هذه عاجزة نقض ونقاوخ مثلا كأفراد الموجودين لكن هذا الشي هذا الشي حتى نعطي اللي يقول لك لله لله الآن كاين جيل جديد أنا كنتكلم اليوم يعني وهذا اللي نفرح بمثلا كنتشوف جزء كبير من الطلبة أولا منظمين والمستوى تلقاه مثلا راقي يعني عن دكتير مثلا من الطلبة اللي كنا نشوفهم عبارة عن كيف أشي قلو معيدة يعني في معاوي يعني في هالمجال معنى كاين الآن إمكانيته كان تنخرق الدور في أكتر يكون الحوار مثلا أكتر وما يتعلق به هذا يعني راح فرز مراضي يعني الشتم ولا وننظن هذا كيف يمكن في واحد يعطل معنا في الميدان ويتجاوز هذا وما يعطيش القيمة لغة السبان والشتم وبذر هذه النزعة والدليل على ذلك أن هذه النزعة تفرقة ولا ما نسحيش على الأرض إن شاء الله ما تنجحش على كل حال الوقت المخصص لهذا الجزء الأول من بوليتيك انتهى مشاهدة كرام فاصل قصير ثم نواصل وهذا الحوار أهلا بكم مشاهدة كرام مرة أخرى في الجزء الثاني من بوليتيك في هذا الجزء نبدأ ب افتتحية مجلة الجيش لتؤكد مرة أخرى أن الانتخابات ستجرى في موعدها 12-12 2019 بطبيعة الحال يعني ربما يتسأل بعض لماذا تأكيد في كل مرة يعني هناك هناك بعض الأراء وشفناها يعني في وسائل الإعلام إلى أخير يتقول أنه الانتخابات لا تجرى وأنه مثلا قريت مآخرا واحد عالم الاجتماع معروف لهواري عدي مثلا يقول أنه الانتخابات هكذا يعني دير تصريح أو حوار لجريدة جزائرية وحوار لجريدة فرنسية وقال أنه الانتخابات لن تجرى طبعا لا يوضح لا يوضح كيف لا تجرى الانتخابات ولهذا أنا قلت أكثر من مرة أنه لحد الآن إلا إذا صراطار إحنا ما نعرفه لحد الآن معطيات قول أنه الانتخابات ستجرى في وقتها يعني هناك قرار بإجراء الانتخابات إلا إذا كانت أشياء لا نعرفها ولكن على الميدان لا يوجد لا يوجد شيء واضح يمنع تنظيم الانتخابات في موعدها هناك إشاعات هناك كلام على انسحاب هذا المرش على انسحاب ولكن تبقى مجرد إشاعات المطرش حين الخامسة ماشي للزيليكسيون حتى للآن ويبدو لي أنه حتى هذا الفتاحية الجيش على الأقل من جانب السيكولوجي ومن جانب النفسي تريد أن ترسل طمأنة أولا إلى طرفين الذين يؤمنون بالانتخابات قال لا تقلقوا ستتم الانتخابات في موعدها والذين يقولون أو ضد الانتخابات رسالة إليهم لا تشوش على الانتخابات وإلا ستطبق عليكم الإجراءات القانونية وشفنا في افتتاحية الجيش أنه الدولة ستتصدى لكل من يشوش على سيئة الانتخابات أي من يحاول منع منع إجراء الانتخابات وربما هذه الانتخابات جاءت بعد ظاهرة الاحتداء على مثلا أو فئة قليلة ولكن الرسالة هي محاولة الاحتداء أو التشويش على سيد علي بن فليس لما راح في باب حسن يعني وربما البعض بدأت خوف قال أنه مترشحين مشرحين يديروا حملات انتخابية انتحهم لأنه ربما يتم استعمال العنف ضدهم إذن هذه الافتدحية يبدو لي موجهها من جهة إلى طمأنة الذين يؤمنون بالانتخابات وإلى التحذير الذين ربما يفكرون في استعمال القوة أو التشويش على تنظيم الانتخابات أولاً هي منذ أن أعلن نائب وزير الدفاع عن ضرورة إجاء انتخابات وتقريباً من البدد طال الفترة الجمانية التي تندير معناها كانت هناك يعني خريطة الطريق تعالى السلطة تقول أن هذا هو مثل الطريق ولابد أن تندير انتخابات يعني معناه هناك نسراع مع إرادة تانية التي لا تحبد أن نقعدوا في الكلمة هذه التي لا تحبد أن تندير الانتخابات بهذه الطريقة وسنحن حتى بعد السياسيين يقول لك لسنا ضد الانتخابات لكن ليس تني بهذه الطريقة الآن رناء أمام إرادتين لكن إلى حد الآن كنت كلمة نحن على مؤشرات وإلى مثل التحليل إلى حد الآن عندك مثل حراك ما زال يعبر عن مطالبه بشكل إلى حد الآن السلمي وموجود على الأرض وأيضا آليات تنتعى السلطة لريحها أيضا نحو الانتخابات يعني خرجت الآن الأسماء أبقات مثلا الحملاء مثلا الانتخابية وسياسيا كنا نقول المرة نفاتت يعني لم لا تتأفر مثلا الأجواء التهدئة يعني في هذا يعني كنا نتكمنها عدة مرات في إطلاق سراح مثلا المسجونين إلى آخره والمطالب إلى آخره بقى مثلا الحكومة الآن ما الذي سيحدث هنا غني نبقوا في السيناريو يعني ممكن عدنا السيناريو أن انتخابات تروح يعني تندير ويبقى هناك الناس تخرج وتكون الأمور مثلا سلمية هذا جانب ومن بعد تبقى النتائج العكسية لكن غني نقول في هذه الصورة يعني غني يكون عدنا ربما غني نشوف قوة التجند مثلا تعالي الشعب سواء اللي كان معه أو إذا كان في الألف إذا كان مثلا معارض مثلا لهذه الانتخابات حتى وانتجنا الانتخابات سيكون أي رئيس ما هي همش مثلا يعني في هذول اللي غير تقدم الانتخابات يكون مثلا ضعيف الشرعية يعني ديف الشرعية كيف ستطور الأحداث هذه مثل حال الفترة هذه لم يبقى انتخابات لما بعد الانتخابات عدنا أمام هذا السيناريو عدنا السيناريو التاني أنه يمكن يكون يعني يكون الشارع الحراكي يخرج وتكون سلمية وتندير بشكل ما يعني الانتخابات ربما ما تكونش كما يلزم الحملة مثلا الانتخابية لكن تروح الانتخابات هذا تندير هنا مثلا الانتخابات وعندنا السيناريو مثلا التالت هذا لا نعرف احنا التطورات يعني كيفها وما هو ايضا السيناريو الموجود عن السلطة اذا كانت الاجواء يعني غير مساعدة يعني غير مساعدة ضروف مثلا السياسية ربما تكون انزلاقات لا ندري يعني في هذا لا ندري كيف انزلاقات هذا مثلا نقول احنا السيناريو الأسوأ يعني قادر ندري هنا نتكلم على سيناريوهات ولكن لا يمكن انتحدث عنف مثلا العنف لا يمكن انزلاقات يعني قادر تكون عنف يعني وما نعرفه طبيعة حتى العنف كيفاش تقول يعني لسا بالضرورة يجلط الحراك وغادي يكسروا ولا لا لا نعرف يعني اني نقول ما تحسيش كيفاش تكون يعني كي تكون الاجواء يعني ما تكونش ملائمة وتكون ربما تتطور من السيئة الى اسوء يعني مواجهات الى خيره في هذا لا نعرف هنا يقدر يكون حل اخر ايضا من طرف السلطة يعني نقدر نتكلم على حل اخر لكن الى حد الان يعني الى حد الان نقول اولا الاوراق ربما انتع تمقية الاجواء وتخفيف من السلطة خطر ما زال عندها وراق وما زال كان هامش يعني يمكن يعمل على حل حالة يعني جزء من هذا ويكون نوع من متر التوافق يعني يمكن يكون لكن الى حد الان باش واحد يمد اه انه مثلا ما غاديش الاخر تندير ولا تندير بالصورة هذه اليقينية انا نقول يبقى هنا تحفظ من وجهة نظر التحليلية والله الامور معقدة يعني الامور معقدة ولكن انا في رأيي في رأيي موقف لضد اجراء الانتخابات يحدوا مواقف سياسية والتيارين المؤثيرين في الحراك بينين هما انتكونسيونال ضد كل ما هو دستوري وبالتالي هما ضد الحل الدستوري من تخصد من؟ من فهموش؟ كينين الناس اللي ماهمنوش بلو بل قولوا القوانين الوضعية هم بينين تسمعوك يعني كينين اللي ما أمش بالقوانين الوضعية ايضاً بشاريع عبركم ماهمنش اسلامية تصرح او يفهم الشعب او يفهم وكينين اللي اقترحوا المجلس تأسيسي والمجلس تأسيسي لنك شو فيه مسألتين لا اكثر مسألة الدين الإسلام دين الدولة وكذلك نموج الفيدرالية في تنظيم كما قلوا احنا البلد مش على أساس تنظيمي فعالية أو على أساس اقتصادي على أساس عرقي فهمت إذن هذو التيارين مؤثرين هما يحدوا موقف الحراك يوم 12 ديسمبر يأما يدفعوا بالحراك الاصطدام مع المواطنين الذين يصوتوا وإلا تبدأ العرقلة إثناء الحملة انتخابية ستظهر بواضر العمل الانتحم لأنه كان فيه مغامرين والشي يقول بلي الحركة غير متجانسة واحدة حركة غير متجانسة يعني معناها في مخاذ داخلي وكل واحد يحبي يوجه هذا الحراك لأننا ما نكونوش ديزيديو ما نكونوش واحد يكون كما يقولوا احنا نايف يعني كما يقولوا سادج سادج ما يكونش سادج لأن لما الإنسان يدير السياسة ويجيه دير السياسة ويشارك في مظاهرة يحاول بقدر إمكان أنه يسترجع هذا الحراك ليه لأنه هو وشي الانزين لوجيك دي بريس دي توفور تعرف شمعناه يعني هو الهدف انتعه هو الوصول إلى السلطة واليوم اليوم الهدف اللي يجمعهم كامل 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 هو عبط النظام وغدوة تشوف الضرب الكبير وتشوف برسكو علاش تسمحني برسكو علاش برسكو علاش حب سياب برسكو طولوش نهي طولوش في الميدان في الميدان في الميدان كل واحد يحب كما يقولوا احنا يستفيد من ثمار انا ابدوهاب ربما اختلف معك في نقاط واتفق معك في نقاط يعني انا بكل صراحة يعني طبعا طبعا تحليلك جز فيه انا متفق معك لانه الحراك يعني كما نراه الان فيه يعني بدون تشكيك في العمق يعني في نوايا انا متأكد انه 90% من الناس اللي يخرجوا الحراك ناس عندهم نوايا طيبة الاخر ولكن هناك محاولة استقطاب ومحاولة تأثير سياسي وحزبي وحتى ايديولوجي حتى ايديولوجي يعني وبالتالي هذا الاستقطاب وهذا التأثير قد يؤثر في توجهات ولكن الذي انا اميل اليه وطبعا اتمنى ولكن اميل اليه هو لا اظن انه غالبية الناس اللي شاركوا في الحراك يستعملوا العنف يعني ممكن يغضبوا ممكن يكتبوا ممكن العنف ضد دعاة الانتخابات ممكن اثرف خطاباتهم الى اخير الخوف اللي ممكن انه يتم استعمال بعض العناصر المتطرفة في الحراك ليه مثلا لو عشرين واحد من كل الولايات يعني ثلث اشخاص في كل ولاية يديروا عمال العنف ممكن يصروا مشكل كبير وبالتالي انا ارى انه هذه الرسالة كما قلت مقبل تاخذ شقين يعني واحد طمأن اترأي لعن بانه لن يحدث اي شيء في الانتخابات طمع انه الجيش هنا وسيحمي الانتخابات والرسالة الثانية لهؤلاء الذين قد يفكرون في استعمال مثلا التشويش على الانتخابات وتم استعمال كلمة التشويش على الانتخابات قال حذاري اذا قمتم بالتشويش على الاحتداء مثلا على الحمل الانتخابي على الانتخابات سيتصدى لكم الجيش بالنظر إلى تسعة شهور تحراك راقية بكل صراحة رغم راقي وسلمي ومتحضر ومكين ولا قطرة دم سالت لما نجيث الجيش ولاما نجيث الحراك لا أظن أنه نضحيه باستقرار البلاد وبمصلحة البلاد تنفيذا لرغبات بعض العناصر الإديولوجية أو السياسية أو الحزبية محك شوف أحنا شي معك كيف شديم راكمها يا حلي لا لا أنا محك شوف أحنا شي معك كنت لقف في أقدر لو يا جامي كنت لقف لا لا نتلاقوا في نقاط لا لا أنا أتى اللقاء أنا معروف بأنني أريد اللقاء لا لا نتلاق معاك ما قلت يعني أغلبية الحراك ما هيش تعنف لأن خلال هذا الفترة يعني مزال احترام روح السلمية بشكل مدحل يعني يمكن أي عناصر تدخل وتنزالك وتكون خارجة تماما على الحراك تعرف هي أي حركة يمكن الناس تلعب فيها لكن حاجة لكم الحميدة على الحراك مش حفظوا على نقاوة الحراك أن يمنعوا هؤلاء من التأثير فيها شوف هو أكيد خطأ لاش كان اللي نسموها الذكاء للجماعي وكان اللي يقضى يعني انتع الناس وهذه ربما هذة اللي يقضى هي اللي حافظت هي اللي حافظت تلتسعة شهر على سلمية الحراك لو كان ما كان شهد الياقاته يعني حتى ربما كيفاش يقولك لا 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 بالوريا يعني في هذا يعني بلعك مش حدهراء لكن هذي اللي منعه الشخص في البدايات كنا نشهده محاولات كثيرة اللي كانت تحاول تستعمل العنف خاصة في الأسبوع اللولى اللي يشدوهم ديجان بالحجر إلى آخره من قلب الحراك هذا الشيء الأول الشيء الثاني ما يتعلق الآن أنا نقول لك الحاجة أنا خدمت لسنوات سنوات على الحركة الإسلامية وعلى حتى التيار الراديكالي في الإسلام الإسلامي الآن كنشوفه اليوم كنشوفه في الحراك ظاهرة أولين تلقى واحد يكان إسلامي نحكي عن البروفيل فيس تلقى بهندامه وكاد إلى آخره معه الناس تماما غير ذلك ما شتناش لا هذا النوفر ولا العنف اللفظي يعني العنف اللفظي وثناء الدوابان ربما راه عادك الآن حسي بل لك وجداني راه لويت شكل خطر في الممالسة هو الاحتكاك كنتعرف حين على بعضنا بعض يعني يمكن يروح هذا الجهل أو الأفكار المسبقة على بعض يعني يمكن هذا الشيء الشيء الثالث أنا الأغلبية أنت على الشعب خطر لماذا علاش صارت هذه الإشكالية ما كانت نخبة نقصد النخبة السياسية أو الطريعة السياسية لأن الطريعة السياسية يعني من أحزاب سياسية ومن شخصيات سياسية كانت متجاوزة ولهذا الحراك لا تشكله الأحزاب السياسية أو التيارات توجد هي موجودة لكن هي أقلية وما استطعتش إلى حد الآن أن تقود الحراك وأنا أعتبر هذا شيء إيجابي يعني شيء إيجابي لأنه دار القارد فو لإستغلال الحركة الشعبية يعني تشكل ربما نقطة ضحف لأنه ما عندناش طريعة سياسية لكن في نفس الوقت يشكل جانب إيجابي وانتلاقا من هنا وانتلاقا من هنا أنا نقول أنا نقول الآن يعني المجال الكبير مفتوح للمقاومة السلمية أكثر من شيء آخر تعرف ربما أتفق أن أليم ثاني معاك في هذه النقطة لأنه أنا مدرستش في الحركة الإسلامية ولكن ألاحظ أنا أيضا ما يجري في الشارع بكل صراحة شفت بعض النماذج أو بعض الإسلاميين اللي كانوا قبل عشر سنوات وعشرين سنة يعني يرفضوا تعامل مع الآخرين ويفرضوا المنطق ديني تحهم أو رؤيتهم بصراحة الآن أصبحوا يتعاملون بيقبلون الآخر واندبجوا وشفنا بعض الإسلاميين اللي كانوا في الفيس مثلا الآن في الداخل الحراك مسالمين يحاولون التأثير في الحراك بطبيعة الآن ولكن مسالمين ولكن للأسف هناك في الجانب الآخر تيار آخر تيار آخر في التيار الديمقراطي أصبح يستعمل للأنف أكثر من الإسلاميين أصبح يرفضك يعني هو يدائي الديمقراطية أنا أقول قلة يعني قلة هؤلاء الذين يريدون استقلال الحراك والتأثير فيه والتأثير فيه حتى فيه ناس اللي مهمش مع الحراك يستعمل يرفض الآخر يستعمل يستعمل الشتم ويرفض يعني تقريبا سلوك ديكتاتوري للأسف الشديد وهذا ما ربما بقصد أو بغير قصد يؤثر ويؤثر على سمعات الحراك اللي حافظت على السلمية تحالي منذ تسعة أشهر تفضل عبدالوحي حتى أنه درست درست تيار الإسلامي لكنه معروف حميدة بأنه مختص في تيار معروف هو يدرس درست ونظلت نظلت نظلت نعرف 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 مناظر كان قاعدة فقهية عندهم الحرب وخداع اليوم اليوم الشي اللي همهم مش أنه يكون عدو للتيار اللي هو معه في الحراك قادر حتى يتعالف معه مؤقتا هذي تاكتيك وذكاء السياسي سمعت كما قلت هنا منيش قبله نعرف السياسة منيش قبله ذرك حلل على روعك غدوة بيهمنيش أنا 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 نقول لك اليوم الشي اللي يجمحهم هي النقطة واحدة ولكن فيما بعد فيما بعد أوقضينا عن النظام ما هو النظام الجديد ما هو المحتوى تاهه ما هي التركبة تاهه ما هو مشروعه ما هو برنامجه أنا ما تدينيش يا أستاذ ما تدينيش إلى المجهور ما تدينيش المجهور لا لا أستاذ خليني نعذر هدو هدو خليني نعذر ما تدينيش المجهور بالأقل لكن بيهدو لكن بيهدو شوف شوف عبدالوهاب نعرفه قابل السياسة استراتيجية وتاكتيكة الآن الجزائريين فهموا حاجة الجزائريين وزيد حاجة أخرى أنا وياك نقدم الآن كان جيد جديد لا 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 قديم رك كبير رك كبير ما رك جن رك كبير يعني الآن لا الجزائر الآن شكلها يعني جيد جديد ما ليش خلي نكمل كبير نزوز كلمة مارك وخلي هوي هوي سمحها نقديم مليحة تاني لا 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 أسمع السياسة ضوابط 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 وقوانين أي خلاص يا سعي ما شيقة أسمع لربما أسمع لربما أتغير أسمع شوف القواعد الأساسية تعمل سياسي ما تغيرش ما عنيش لا 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 هي يعني أنتحنا هنا نضربه باش تكون هناك المواطنة ومثل الديمقراطية أنا جاير ما تقدرش أنتك علماني أو أنتك شيوعي أو أنتك إسلامي الآن علينا هذه الحروب اللي كانت هذا عليش نقولك الجيد الجديد استوعبوها يعني استوعبوها الجزائر للجميع يعني يعني نعيش مع بعض نتقاسم مع بعض في ظل القوانين واختلاف القوانين لأننا لا يمكن أن العلماني الآن أن يقضي على الإسلامي ولا الإسلامي أن يقضي على العلماني ولا الوطني وأنظن الززاريليين اليوم كي راهم يضاربوا على الديمقراطية وراهم يحاوسوا إلى نظام جديد يحاوسوا يعيشوا مع بعض هذا القيام هذا قدرنا احنا الجزائريين أحميد العيش ولكن يجب علينا أن ندين وأن نستنكر كل من يحاول أن يموش بهذا المبدأ لأنه يعني تقبني ونقبلك ما لازمش تفكر كما أنت إذا قلت هذا مثلا كأس وانت قلت فنجال ممكن هذا واحد عنده الحق واحد ما عندهش ولكن يبقى رأيك انت قلت فنجال فنجال ولكن ما نراه الآن ما نراه الآن صعود تصعيد في العنف تصعيد في العنف اللفظي شيء صعيب يعني نتمنى أنه يزول بالنسبة لرأي عبدالوهاب يعني أنا هذه وجهة نظر ونذكر مواقعها في في إيران يعني بعد اتفاق المعارضة على إسقاط الشاه وسقط الشاه وصرات مشاكل كبيرة جدا في إيران وشفنا بنو صدر يعني واش يصراله نعم يعني لأن التحلفات هذه تقدر تكون ضرفية ما تقدر تكون دائمة لأنه بكل صراحة تيارات الآن اللي موجودة في الحراك ونشوفوها تتحاول وتتجاذب بالحراك ما عندهاش قاسم مشترك ما عندهاش قاسم مشترك وهي تتصارع يعني تتصارع وبالتالي من جانب عنده الحق من جانب لما مثل هذه القوات تتحالف مثلا إذا قدر الله يعني أسقط الدولة أو أسقط النظام ممكن يصرى مشاكل عاويسة في هذه البلاد لماذا؟ لأنه العناصر الرابحة غير متجنسة بل يعني يعني جينات الصراع دخل فيها دخل فيها وهذه مش سهلة هذه خطيرة وبالتالي يجب أن ننتقل بهدوء لهذا واحد يقول لك مثلا الحراك دير شرخ أو دير فتح براش في الجسم النظام نستغلوه بالعقل بالهدوء حتى نصل إلى الهدف بسلاسة وندوسة أما هذا هذا اللي يخوف وخلى الناس أوب تجبد وهذا اللي يخلي نقاش شوف عشي نقول لك يخلي عشي ما نقاش مثلا متخندقين في المواقع هو يعرف أنا اللي تلبيت في الحركة التقافية عندي أفكار تقدمية يسارية في هذا الوقت وكانت وجهة نظر تقافة الأمازيغية الأمازيغية وقلت لها حتى نحن على تسعين كنت حتى توجهت يسارية كي جاء إيقاف المسار مثلا الانتخابي أنا مديش الموقف للدواء مثلا الألمانيين وغير ذلك وفي تلك الفترة يعني تهجمت ويعني ويعني شونتين حتى من طرفك أنت يعني بعد دخل الوقت لا لا شوية شوية قال يعني إسلاميستي أكد لا لا شتموك شتموك يعني في جريقة وطنية يعني شتم كبير أنا 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 تسامح بالконترار يعني اخت وحد نتعلم يعني من نفسي وهذا شا نقول كين يوم أنت تتعلم جيل وقد أخر ما عاش هاد التجريبة انتع الكليفاج كبير هذا ما مش عيشين كما عشنا وبالتالي من ورثمش الأمراض انتعنا يعني هاد الأقلية لتكلم من ورثمش الأمراض انتعنا الآن نشوف اليوم جزيين شباب جميعيين نتكلم كثير معهم ولك هذا تقعد بمختلف الأفكار وخلقين هات ايوش احنا الآن بتجريبة انتعنا كيفاش نسهم في هذا لأن كما تقول احنا عدنا خطر بلد واحد وبلد واحد هذا لا يمكن ان يعيش بندرة اوحادية اذا بغينا نتخلص من نظام اوحادي نقضو في نظام تعدودي ميجيش بسهولة جبنا المثال انتع ايران الصلاة في فترة معينة لكن معليش عدنا ايضا محنا كانت يعني عدنا خلفية وما ننساش بالاشيئيين انتحالفوا مع عبد الحميد بن باديس المؤتمر الاسلامي ان حتى كينولوا في التوراة المؤتمر الاسلامي كينها تجريبة هذا كنت كينتكموا التاريخ معنا ديمة كينة امكانية للجزائريين يقدروا يتحالفوا ويقدروا كما دلوا تاني في ربعة وخمسين يتحالفوا بمختلف امتاحهم في مشروع جديد انا نظن احنا كيفاش نساعد يعني الكاس المليان نشوف الجانب المملو ونداعم من خلال التحليل نتعنا نحو هاته الجانب الايجابي في الكاس ايجابي شوفها استاذ ويادر على بن باديس بن باديس كان اصلاحي وكان ايسان بتنور لدرجة انه لما ظهر لأول مرة باريس وش قال جنة الخلد هذه هي امباريزو استاذ ابطهر ابطهر بالهديك المدينة والتنظيم تاح العمراني فامت استاذ ما نقرنوش هذا كدار حركة اصلاحية زيد يا استاذ المحتر ما نكذبوش على انفسنا اللي هنكذبو على انفسنا يعني غدوة بقرار سياسي بقرار اداري نبني الديمقراطية راك في مجتمع باترياركال الاب هو الزعيم مجتمع المساوات بين المرأ والراجل كما يقول اخر الشعب لماذا يعمل بالغيبيات يا استاذ نمشو بالعقل كما يقول باب الله يرحمه ربعة كيلو مشمخ ربعة كيلو مشمخ نمشو بالعقل من كذبوش على انفسنا من كذبوش على انفسنا اكتبوش مع واحد درس على المجتمع صحي ثم ثم شوف ما لا نعطيك كسابين الميلة ليه نار لالجمع وحباب وصحاب وشوف ما تصورش هذك التآخي وكلش نار السبت السبان والشتم في الطريق سمع دولي حاول مشكل وين هو إلا فبالإنسان يكون مصطنع سمعني خليني ناظر لا سمعني سمعني لا 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 أنا هذه أمثلة أقدرت مع الناس مواطنين يقول لك الحمد لله كون مذابين الجمعة تبقى في السبت وتبقى في الحد وتبقى في الثلين كل أيام لجمعة هذا هو شيء يقول الجزائري ما نكتبوهش على هفوزنا شوف الحرك الحرك مهما كان قوته الحراك الحراك مهما كان قوته وكلش باش تقول في التأثير منعدم ما كانش منها ما كانش منها كان في التأثير كان في التأثير عن طريق شباكات التواصل وكان في التأثير في الميدان ما نكتبوش على هفوزنا والناس اللي ينظموا ويأطروا يقولوا لها أنا عندي حبابي يقال لي قد يعنا أنا دون زين جروب فارمي وواحد ما يدخل كله ونظموا وكان اللي يقال لي أنا راني هاو المقيم راني موقيم ستدير ستدير سمعني هذا الناس ما يكذبوش على أقل وشي يجزا سيوم لالبوزيسيون ما يهفوش يقول لك حنا ننظموا ما يهفوش أنا قالوني ننظموا دونك ما يهفوش ما يكذبوش وحنا نقول له نقول له نسمع نقول له نسمع نقول له جماح يري ما كانش تأثير لا شوك نقول لجماح شوف كان أفكار الأخر موجودة وكانت أولاد وفي بش نجوز نفتح كي نتفعل في هذه أنت تقول لي لا العكس يعني هناك تقدم كبير روح شوف الفضاء الآن يعني قيد تقول لي مثل مرأة المرأة موجودة في الحركة من الفتاة إلى المرأة المعجرة إلى كده لغة موجودة ما راناش مجتمع باترياركي الآن آبوي ما راناش مجتمع عاصي روحنا بعيد لكن أيضا ما راناش المجتمع انتع الستينات وانتع السبعينات يعني في هذا المجال ومدام قريس علم الاجتماع عبد الوهاب لا معليش معليش أنا نقدم تحوية النظر معليش 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 عبد الوهاب لا أنا شوف فأعجبون لا هذو الأخير لا نقول باللي مهما كان كينا الانديناميك كمتقافين وكأهلمين نعطوه المعنى انتعه والدلال انتعه شكرا حميدة يعني عطلنا شوية في هذا النقطة ولكن للأسف قلناش وقت مش نروح القانون المالية وقانون المعلومات نروحه ما نخلوه ربما في بداية يوم السبت بحول الله نروحه فقط لأن الوقت انتهت تقريبا للقاء واستقبال نائب رئيس مجلس الأمة لسفير الفرنسي سفير الفرنسي اليوم قال نريد فرنسا الحكومة الفرنسية تريد تفعيل العلاقة مع الجزائر هذا التصريح جاء بعد أسبيع أو شهور من برودة في العلاقة وكنا تحدثنا في هذا البرنامج عن وجود برودة في العلاقات فرنسية الجزائرية لأنه بصراحة المراقبين يقولوا أنه بعض الشخصيات أو رموز النظام اللي كان قلبا فرنسا تم إبعادها الآن أنه الفريق الجديد ما عندوش قرب من فرنسا وبالتالي هناك نوأ من الريبا بين الطرفين الريبا والشيك وأمس تحدثنا على قضية انتح سعداني وبوشوارب وحتى أعطوا لها ديبلوماسيين ورجال السياسة أعطوا لها ببعد أنه الفرنسيين مستعدين يسلموا بوشوارب وسعداني لتقريب وجهات النظر بين الجزائر يعني حتى عربون طبعا يجب أن نفتح قوس فقط أنه أمس السفارة الفرنسية اتصرت بقناة الحياة وقالوا يجب توضيح غموض في الخبر متعلق بسعداني وبوشوارب ولهذا نختلم هذه الفرصة باش نوضح أنه السفارة الفرنسية كانت تجيب على سؤال أو أسئلة وجهها صحفي الحياة إلى السفارة الفرنسية هل تسلمون هل فرنسا ستسلم بوشوارب وسعداني إذا طلبت الحكومة الجزائرية هدافة وكان الرد إذا طلبت سلطات الجزائرية تسليم الرجلين فإن فرنسا ستطبق الاتفاقية الثنائية الموقعة بلدين بين البلدين في 27 أوت 1964 والتي تنص على تسليم المطلوبين للعدلة في البلدين هذا كان تصريح وأحنا أعطينا له الخبر بأن فرنسا مستعدة لتسليم سعداني وبوشوارب وهو ما أثار يعني ربما خلق نوع من الحس ولكن هذا هو مضمون الخبر واجب توضيحه ولكن هذا هو إذن ممكن جدا الآن فرنسا تسعى لتقرب من الجزائر ربما أول مرة نرى نعكاس القاعدة يعني بعدما كان الشيء يمشي على رجليه أصبح أو كان يمشي على رأسه والآن أصبح يمشي على رجليه بالنسبة للجزائر وهذا مظهر اليوم في تصريح السفير الفرنسي أول نشوف هذا يدخل ضمن ثقافة الفرنسية يعني كانت النفس أو التقافة الغربية من أساس بدأ من تكلم على فرنسا يعني فرنسا كانت تساند بقوة الزين العابدين وحتى كمادة الاهتجاجات كانت مستعدة تساعدها بالتقنيات لقمع هذه المظاهرة لكن بمجرد ما طاح حتى رفضت حتى أنها يدخل حتى الأراضي انتحة يعني في هذا المجال اليوم طعن بلي فرنسا أنها كانت يعني تقريبا يعني يعطعت الدوهة الأخضر للعهدة الرابعة يعني تعبود فريقة ورهنت على حقبة بودفريقة وأيضا ماكرون حتى بعد مبدأ مثلا الحراق يعني كانت وقفة إلى الجانب يعني الفريق الحاكم في تلك الفترة ومن بينهم كانت مدعمة خارج الطريق اللي كان بغيها سعيد بودفريقة لكن ظهرت فهمت من البعد بلي أن يعني خلاص يعني الفريق هذا مثلا انتهى وشافت بلي المصالح انتحها يعني اليوم ممكن لأن عندها منافسين في الجزائر نتكلم نتكلم على الولايات المتحدة الامريكية نتكلم على الصين يعني على قوى أخرى الجديد واللي هذا يقول لك يعني مع المعادلة اللي تقول ليس لها أصدقاء دائمين وليس لها أعداء دائمين وإنما لديها مصالح صحة يجي بتذكير فقط أنه معلومات يعني تربت قبل أسابيع أنه السفير الفرنسي في الصورة يعني دريونكور كان طلب من حكومته تستدعيه لأنه تستدعيه لفرنسا ويروح لفرنسا لأنه ما لقاش رحو في الوضع الجديد المهمات هو وضح حب يوضح حد للمهم على كل حال أظن أنه في الأسبوع القليلة القادمة راح ممكن نشوف أشياء جديدة في العلاقات بين البلدين الوقت انتهى لكن عبد وهاب عندك ما عندك رأي للأسف ما قدناش نتناقش لأنه أحيانا الوقت يضغط علينا للأسف الشديد سنعود بإذن الله في بداية الأسبوع إلى قانون المالية مشروع قانون المالية ومشروع قانون المحروقات وما سيستجد من قضايا وأخبار ومواضيع إلى ذلك الحين أشكر الرحمة العيشي أشكرك أشكرك عبد وهاب جاكون شكرا لكم مشاهد الكرام انتهى العدد من بوليتيك نلتقي بحول الله يوم السبت المقبل السلام عليكم اشكرك